شوف يا حبيبي انا سيبتك تقعد معي مبارح ومقولت لكش اي حاجة وادك بيت وقمنا النهاردة الصبح اهو انا عايزك تعقل كده بقى واتفوق لمصلحتك ومصلحت بيتك وعيالك والنبا وما سيبيني كده انا قاعد مرتاح ومروق دماغي انا مش عايز عكنانا واجع دماغ بقى لا يا حبيبي انت قضبت وزعلت وسبت بيتك وجيت قاعدت معي وبيتك لكن اكتر من كده ماينفعش انت وراك بيت وعيال البيت والعيال والمسئولية ما همش لعبة لازم تهتم ببيتك وتسأل على مراتك وعيالك حتى لو كنت غضبان وزعلان ميت زعل وفيه راجل غيرك هيروح البيت ولا هيسأل عليهم ولا هيديهم فلوس وجيبلهم اكل وشرب اسبر علي كده انا اكلم مراتك وهجبها هنا ونقعد نتكلم كلنا سوي الو ازاك يا مريم عامل ايه يا حبيبتي انت صحيتي فوقتي كده طيب البيس وتعليل يا حبيبت انا عايزك هنا في بيتي يلا على طول يا حبيبتي سلام مانيش عايزة عصبية ولا رد بنفعال عشان الدنيا ما تبص والبيت يبوز ازبر علي اما بقتكلم تبقى تتكلم وبتتكلم بهدوء كده وبرزانه ما تتعصبش عليها عجبك يا ماما اللي ابنك بيعمله ده وسايد البيت من مبارح معلش كان بيهدق عصابه عشان الدنيا بتنفجرش والبوز اكتر من كده يا حاج انا زهقت زهقت وتعبت وتخنأ المسئولية عمالة تخنقني كل شوية والتانية وهي كل شوية تكلمني مفيش تلفون غير عشان تقولي هات 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 ما تنساش تجيبه وانت جاي ما عادش فيه تلفون واحد يا حاجة تقولي فيه كلمة كويسة وحشتني يا حبيبي او انت فان مبتطمنش علي طول اليوم وانا في الشارع برا مفيش غير تتصل عشان خاطر تقولي هات وانت جاي روز هات وانت جاي طماطم خضاء اي حاجة لك مفيش مفيش خالص يا حاجة وانا تخنأت والزيق معلش يا حبيبي ما هي لو ما اتصلتش عليك وقالت لك هات الحاجة هات طماطم ولا هات الخضاء اللي انت بتقولي عليها ما تتصل على مين تقوله مين اللي هيجيب لها حاجتها مش انت راجل البيت وانت المسؤول عن العيال دول والبيت اللي انت فتحه قوليلي والنبي يا ماما قوليلي وانت كمان ما بتتصلش لي عليه تسألي عليه وبرا ما تتصل على جوزك تطمين عليه وتقولوله انت فين وكويس ولا مش كويس وتطمين عليه ما تبعطيه الورسالة قوليلي بحبك يا حبيبي وحشتني ايه المشكلة مش كنت بتعملي كده زمان ايام الخطوبة ايه اللي تغير بقى دلوقتي ما هو هواها هو بس بقى جوزك حلالك ما تتصل وتطمين عليه وتقولوك المحل وتفتح نفسه على الشغل والله يا ماما انا قاعدة في البيت مطحونة في وسط العيال من طلباتهم لحاجتهم لحاجت البيت اللي ما بتخلص الطلباته هو نفسه اللي ما بتخلصه قبل ما بينزل ما بيكون سايبتها تاربع عمصان وكم بانطلون عايزنك وهملو وكم بانطلون وامستنين عايزين نكسلهملو هامل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه وفوق كل ده بيفكر ان انا قاعدة على النيت تللون هات ويقولك ما انت قاعدة انت بتعمل ايه في البيت لقى لو رايش اقول كتير والمصحة زي ما قلتلو يا مريم هقولي وهو هيطلب الحاجات دي من مين مش هطلبها من مراته انه هتكسله هدومه وتقوله الحاجة بتاعتك ويرجع البيت لقى البيت زي الفل كده وانضيف حتى لو في عيال ومليون مكركبين انت عارفة المعادة الجوزك هيرجع فيه حاولت نظف البيت وترتبيه وتخلي علي يهدوا بقى كده على نفسهم عشان ابوهم زمانه جاي عشان يرجع عليها البيت زي الفل وانضيف يعني هو هيطلب حاجته دو من مين هو كمان معلش كلنا يا ما عملنا زي ما انت بتعملي دلوقت نظف البيت وناخد بالنا من طلبات الراجر لك في نفس الدوشة اللي انت فيها دي كلي بالك من جوزك كل ما حلوة اسألي عليه وبعدين كلنا مطحونين في البيت مين فينا سيبت مش مطحونة في البيت وخصامة يبقى معاها عيال قوليلها وانت بيا حاجة قوليلها السنفكرة ان هي الوحيدة في العالم اللي بتوعد تنظف وتقسل وتمسح وتكنس في البيت تقولك انا تعبانة طول اللي ايه والا تعبانة طول النهار ما الستات كلها بتتعب وتنظف في البيت معلش مش مش مشكله يا حبيب ضيلي عليك شوي ايه المشكلة يعني ضيلي علي جذة انتم نظف بي blueprint عشان ايه عشان تطب عليك عشان تنسيها تعتبها وشغلها وهدوتها في وسط البيت clicked مع العياها وضع في حضنك وطبطب عليها وقول لها معلش هتقول لي مين ولا تشتكي المين مش جزها حبيبها مش هي دي حلم عمرك اللي كنت بتتمنى ست مريم هانم الوقت بقى بقى كخ خلاص عشان بتشتكي وتقول انا تعبانة وتعبت من شغل البيت معلش يا حبيبي حاجة على بيتك كده وعلى عيالك وعلى أسرتك هاي تشتكي المين هي بتقولك الكلمتين دول عشان تقول لها كلمة حلوة طيب قطير وانت راجع من الشغل هتلاقي شوكولتاية كده وانت راجع ده بتلاتين جنيه ولا بخمسة وتلاتين جنيه ولا هتنبسط وغتفرح وغتنسى كل تعب البيت اللي هي شفاء وعما تحكي لك عليه ده وانت يا ست مريم اسألي على جوزك في نص اليوم ازيك يا حبيبي عامل ايه انت كويس محتاج حاجة تبخلك حاجة معينة ابعتلي ورسالة كده حلوة كده ولا اي حاجة ياولاد ما تقطعوش ببعض كده وانت يا حبيبي تيجي عندي اهلا وسهلا واتباط برضو اهلا وسهلا بس ومعات مراتك وعيالك معاتش عايزة شوفك لوحدك تاني بيتك وعيالك هو ده الاساس تجيني اهلا وسهلا زيارة صغيرة كده زي ما بتجي تطمن علي لكن المتيجي تجي معاتك مراتك وعيالك واوعى في يوم تسيبهم واتباط بره وتقولها صنة غضبان وتسيبهم بالاسبوع والاثنين وتقول بقى خلت اغبط دماغك وتشوفها تأكلهم منين اوعى تعمل كده في عيالك ومراتك ابدا دي مش رجولة يا حبيبي الرجولة انك تاخد بالك من بيتك وعيالك ومحدش يسرف عليهم اللي انت يلا يا مريم ومبصرات جوزك اللي ملكيش غيره وانت يا حبيبي خد اغبط مراتك كده وروحوا بكوا عشان العيالك وان ابنتو للكوا بركة اللي مع بعض ربنا يخليكوا البعض كده ويبعد عنكم عنين الناس الوحشين والله هو بيحبها وهي بتحبه بس العين ده بقى العين ده اوحاش حاجة في الجواز خلوا بالكوا يا حبيبي من اللي انا قلتوا واعملوا كمان انتو كمان انت ومراتك او انت وجوزك